يعني فعلي بما أنه نحن عم نعيش وعم يتجدد فيروس كورونا عنا بالحياة نتمنى أصحى لكل العالم وأهم شي نحمي حالنا ونحمي غيرنا من الإصابة بالفيروس كورونا ولكن موضوعنا لليوم عن صحة العين بزمن الكورونا وهذا الوباء المنتشر بشكل كتير كبير شو هي الأضرار يلي بتأثر على العين في دراسات كتير قالوا أنه ممكن نفقد حسة البصار رح نتأكد إذا صحيح ولا لا رح نحكي عن صحة العين في زمن الكورونا مع الدكتورة فادية شموت أخصائية بأمراض العين صباح خير دكتورة صباح خير أهلا وسهلا فيكم يفات صباحك دكتورة يمكن بداية كنا عم نسألك أنا ولية تحت الهواء أنه عنجد بأثر كورونا على البصار فقالت لنا لا خبرنا هلأ أكتر تأثير فيروس كورونا على العين يمكن دائما الزكام بأثر على العين سلبا ولكن نحن عم نحكي كنا باتجاه تاني أنه هل يفقد نوعا ما حاست البصار هلا أنه نحن جمالا بفصل الشتاء كلها عكتنا بنعرف أنه بتكتر الإنترنت الفيروسية بشكل عام والكوفيد-19 هو نوع من أنواع الفيروسات نعم فنحن الفيروس لما بيصيب العين طبعا ما بيعمل فجأة فقد للبصار لا ممكن يفوت المريض علينا بأعراض مثل دماع، الحكة، الحرقة، حس الوخز، الإحمرار بالعين، تهيج هذه كلها ممكن أعراض نحن نشوفها عند المريض المصاب بشكل عام بأي فيروس وفيروس كوفيد-19 نفس الشيء كمان من نفس الأعراض بيعملها يعني بيجينا المريض بإحمرار بالعين، بدماع، بحكي، بيحس وخز مثل أي انفكشن أو أي التهاب بيصير بالعين هلأ، أنه يفقد البصار ما شفنا ولا حالة نحن من خلال خبرتنا كأطباء عينية ممكن نحن إذا المريض فقد البصار بكل سبب هو حدوث خثرة أو جلطة بأحد الشرايين المغزية للعين نعم لأننا نحن نعرف كوفيد-19 أكتر العوامل اللي عم تأدي بسببه للوفاة هو وجود الخثرات ومن ضمنها ممكن تكون خثرة تجي للدماغ أو تصل الشرية للعين وتؤدي إلى فقد البصار لكن إلى الآن من خلال نحن متابعتنا للحالات الموجودة ما سبت عنا ولا حالة فقدة البصار بكوفيد-19 نعم، دكتورة التهاب الملتحمة هو برافق أي نوع من الجريب أو أي نوع من الفيروس هو دائماً بتتأثر العين وعننا الشي بيصير فيه التهاب وإيه التهاب الملتحمة خلينا نحكي ليش بيتأثر التهاب الملتحمة بأي غريب أو أي فيروس؟ شو هو الالتهاب الملتحمة؟ هو الفيروس بيجي على الأعضاء كله يعني مثلاً لما بيجي نحنا على الأنف بيصير في عنا سيلان ولا تنسوا نحنا في عنا اتصال بين الأنف والعين اللي هو مجرى الدمع نعم، بيصيب الحلق، بيصيب الرئتين، بيصيب الأزنين فمثل ما بيصيب أي عضو ممكن يصيب كمان العينتين الفيروس هلأ نحنا في حالات كثيرة بكوفيد-19 ما كان عنده المريض أعراض لا صدرية ولا حرارة ولا سعاد وكانت عم تتجلى الحالات بس بأعراض عينية يعني هلأ بإيطاليا بلندن شافوا حالات بس عبارة عن التهابات ملتحمة فالفيروس مثل ما بيصيب أي عضو ممكن يصيب العينتين وبتتجلى أعراضه وحتى لاحظوا أنه ممكن باختبار فيلم الدمع يكتشفوا وجود الفيروس وأحياناً بيكون بقاؤه بفيلم الدمع الموجود بالعين أكثر من بقاؤه بفريطة الحاجسة دكتورة ليه بيقولوا لا تحط إيدك على عينك يعني ما بيقولوا لا تحط إيدك على تمك أيضاً لا تحط إيدك على عينك يعني لأنه ناقل هل القناة الدمعية هي ناقلة للفيروس وكيف بتنقل الفيروس؟ طبعاً هلأ أنا أتلك يا أن الفيروس موجود بفيلم الدمع فيلم الدمع هو طبقة خارجية من العين اللي موجودة بالملتحمة وموجودة فوق القرنية لما المريض بيكون مصاب وبيحك عينه وبيرجي بصافح مثلاً زميله أو حدا بيعرفه فالفيروس بإيده موجود فنقله يا للشخص الآخر لذلك نحن نحن نحرص كثير على أنه ليش أنه موضوع المصافحة لا ليش أنه موضوع الغسيل اليدين لازم لأنه نحن المريض مو بس ممكن يحط إيده على تمه ويسعر كمان ممكن يفرق عينه فإذا موجود الفيروس أي فيروس مو بس الكوفيد 19 موجود بالعين ومسح عينه المريض بإيده وسلم على غيره ممكن ينقله لذلك نحن نحرص على أنه المرضى لما بيراجعونا بالعيادة أنه أنتو لما بصير عندكم حالة التهاب بمفتحمة إن كان يجي رسومي أو فيروسي لا تنشفوا بأشتير لا تنشفوا بمنشفة لأنه ممكن ينسى واحد تاني بالبيت قاعد معكم وينشف بنفس المنشفة نعم فحاولوا نشفوا محرمة وكبوها هيك بتضمنوا عدم تماث مباشر مع الدمع الموجود بالعين نعم دكتورة خلينا نحكي أكتر يعني إذا لاحظنا التهاب ملتحمة أو إذا تم إصابة لا سمح الله أي من الأشخاص بالفيروس كورونا كيف يتم علاج العين حصرا؟ شو هي؟ يعني في كتير عالم بيحطوا أطراء الأطراء هي بشكل عام هي شي منيح بشكل دائم مشان ما يصير التهاب ملتحمة ولا لا؟ لا لا طبعا هلان إحنا في كتير أحيانا المريض مجرد ما حمرت عينه يروحها السيدلية ممكن يعطيها أي أطراء مو أي أطراء بتتاخد بالالتهابات الفيروسية نعم إذا الأطراء فيها شوية كورتيزون مثلا وحالة للالتهاب الفيروسي كان شديد ممكن يتفاقم نحنا بالإصابات مثل ما حكينا بالإصابات الفيروسية تضعف مناعة الجسم حتى مناعة العين إذا صابت بالفيروس ممكن تضعف مناعتها وبالتالي هي عرضة للإنتان الثانوي وبالتالي نحنا ما منعطي أطراء بهذه الحالة منعطي للوقاية من الإنتان الثانوي لأنه هو الإنتان الفيروسي قريدي لحيشه بشكل عفوي يعني نحنا من قلنا المريض أنت بعلاج بتطيب بأسبوع وبلا علاج بتطيب بجمعة فنفس الشي رح يكون فدرة العلاج بس نحنا ليش منعطي العلاج الملطف منعطي مشا ما يصير في عنا إنتان الثانوي وتتفاقم الحالة فقط لا غير هلأ في الالتهابات الفيروسية مهددة أحيانا للرؤية ممكن تسيب القرنية وتعمل خراجات مثل هيربس سيمليكس الحلقة البسيط مثل بعض الإنتانات الفطرية كمان ممكن هي بس نحنا عم نحكي إجمالا بالإصابات الفيروسية اللي بتتحدد بالملتحمة ما بتعمل أزية ويصير فيها الشفاء عفوي لكن منعطي الأطراط المناطفة الأنتيبيوتيك بس حسرات ما يكون فيها كورتيزون من أجل ما يصير عنا إنتان الثانوي ليش ما يكون فيها كورتيزون دكتوريني ستبب؟ الكورتيزون لأنه ممكن يضعف مناعتها نحنا قلنا الفيروس هو بضعف المناعة إنتي لما عطتي كورتيزون ممكن ممكن يخف الالتهاب ولكن بعدين نحنا الكورتيزون لا تنسي إذا صار في عنا إصابة بالقرنية وصار عنا حلق بسيط يعني هرب السيملكس وصار في عنا أزية بالإبيتليوم القرنية ووصل الأزية للبنطق عامية وعطتي كورتيزون ممكن يتسبب بإنثقاب بالقرنية لأنه كورتيزون بيمنع الترموم فلذلك في حالات محددة أي نعم مصفية نحنا كورتيزون لكن هو الطبيب بيختار الوقت المناسب اللي ممكن يعطي فيها كورتيزون أطراف فيها كورتيزون للمريد مشان ما يصير في عنا ندبة بالطبقات العامية من القرنية نعم دكتورة كثير منلاحظ عالم بفترة محددة بيحمروا العيون بيلتهبوا العيون هو بس مجرد حساسية موسمية بتكون أو هي هيك حساسية مثل ما تلاقي حساسية يعني منصادفة نكعم بكل جسمنا يعني خلينا نحكي كيف فينا نحنا نعالج التحسس ونفرق بين التهاب الملتحمة والتحسس لأنه بتخيل أنه في أحميرار وفي حكي نفس الشي تماما الأمراض التحسسية كثيرة بتجي الفصلية بيجي عنا موضوع الرمض الربيعي طبعا هي مختلفة تماما الحالات الالتهابات العادية هون بالعكس هون موضوع الكورتيزون ممكن يفيد أكتر بس نحنا طبعا ما نبلش في رأسان نحنا منعطي أول شيء مضاء تحسس مثل انتهيستامين مش هنخفف من تهيوج العين هلأ اين تبتظهر عنا هالأمراض التحسسية؟ تظهر عنا أكتر بفصل الربيع بالفصل الانتقالية بالخريف وبالربيع نادر ما تظهر بالشتة بالشتة الانتعنات البيروسية والجرسومية أكتر بس بالربيع أي نعم لأنه يكون عنا في فصل انتقالي نعم في عنا موضوع الزهر وغبارة طلع ممكن المرضى اللي عندهم استعداد للتحسس يصير عندهم الالتهابات التحسسية ومعظم بيكونوا أطفال لأنه بتعرف الأطفال معظم الأحيان بيحب يطلع لبرة ويتعرض لأشياء الشمس فبيصير عندهم أكتر بالإضافة لللي بيشتغلوا بالأرض مثل الفلاحين والغلومان هلأ في عنا موضوع الأعراض بيجي المريض بحكة حرقة دمع طب كيف بده يفرق بين الـ يفرق الالتهابات الجرسومية ومعظم الأحيان بيكون فيها مفرزات مفرزات قيحية يعني أول شهر نحن نسألهم المريض ويجراجعنا عينك وانت لما في الزهد الصباح مسكرة شيء ملزقة شيء يعني في عليها مفرزات بيقول لك إيه منعرك أنه صار في إنتان جرسومي الإنتانات الفيروسية نادر جدا ما يصير في عنا مفرزات قيحية إلا إذا اختلطت مثل ما أكتلنا بإلتهاب جرسومي تكتفي بس بموضوع الدمع والحرقة فقط لغير بتكون الأعراض المفرزات هي العرض الأساسي بالموضوع نعم يعني بيقولوا أنه الوقاية خير من قنطر علاج خاصة بكوفيد ناينتين ولكن أيضا العين لازم لعناية وأنه الواحد يدير بعله عليها وما يقرب عليها بطرق تانية مثل ما عم نعرف الصباح يبحطه لينسز وعم نحط رموش هلأ وعم يجي لاثق ع عيونه كيف ترفق العناية؟ هلأ طبعا نحنا هلأ أجمالا بشكل عام عم ننصح بمرضى لما بوجود كوفيد ناينتين أنه ما يلبسوا على الساتلس لأنه ما عم نحسن نضبط الأمور تمام معا فيفضل أنه يعني للضرورة وبيعرف حاله الإنسان نوطر لأنه لتعقيم أكثر يعني لأنه نحنا في حالات كوفيد ناينتين لا عرضية يعني عم يكون موجود بجسمه لكن هو ما عليه أعراض فنحنا إذا عنده عم تحط المريضة لنسز وعم تقيمون ويجي غير أن يمسكها هذا عرضه كمان لانتقال الفيروس لكن إحنا إذا نضطر مثلا هي عنده حسر عالي عنده نقص شديد وما بتحسن تمشي بلا عدسات لاسقى ما بتحسن تحط نظارة لسبب معين ممكن بس تعتني بيتعقيمون يعني ما تنام فيهم هي أول شغلة ما تتحمم فيهم قبل ما تنام تقيمون فيه لهم معاقم خاص ممكن تعقمون وهي الميك أب ضروري إنه كمان ينشال قبل النوم ينمسح بشكل جيد وتنقص العين بماء فاتر إن كانوا مواد أصلية أو مواد كوبي شو ما كانوا يفضل أنه ما ينم فيه لأنه هي مواد كيموية كمان وتنقص العين بماء دافئ وبيشامب ولطيف وبكما حكينا موضوع النظافة الإيديان كتير أساسية بهذا الموضوع طيب دكتورة كتير منشوف يعني من ضمن التجميلات تبع العين منشوف فيه أطراب بتصفي العين من أطراب مثلا بتزيد البريق بتزيد اللمعة ففيه كتير برعندات عالمية صاروا ينزلوا أطرات خاصة قبل الميك أب أنت بتفضلي هاي الأطراب أم لا؟ هلا والله أنا ما أفضل إذا أطراب هي عبارة عن أطراب يعني أخذ ترخيص من وزارة صحة معروفة عنه فيها اللي بقال بها ممادة طبية مدروسة أنا ما عندي مشكلة طبعا إنه تتافت هلا فيها نحنا نحنا هلا بزمان الكمبيوتر وزمان الموبايل يعني صار كل العالم عنده موضوع الكمبيوتر الموبايل يومي يمكن مو ساعة إلا ساعاتي بيعود عليه فالعين معرضة لشي اسمه دراي آي دراي آي هي العين الجافة فنحنا لما بتجف العين بتفقد بريقة شوي وبالتالي بتصير عرضة كمان للالتهابات أكثر فمننصحنا نعم هيك حالة إنه ما علي شيء مغرد ناخد لو بشكل مطول بفدرات طويلة مادة الناتشور التيرزي اللي هي عبارة عن دمع صناعي هي بتعيدها العين رابنقة بتصفيها بتريح العين وخاصة للشباب والصبايا اللي شغلهم أو دراستهم كلها على أجهزة الكمبيوتر على الجزية الرقمية نعم نشكرك كتير دكتورة فادي اليوم على المعلومات اللي قدمت نتمنى السلامة والصحة لجميع اللي عم يتابعنا